مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة اللي هي الصيادية الحضرامية وصفة يوم القمعة هذه الطبخة عملتها يوم القمعة تصراحة اكتمعت اني وسلفتي قلت لها اني بطبخ مناكل مع بعض وعملت لي الصيادية الحضرامية وكمال عملت لكم كيف تحفظوا النعمة شوفوا الفيديو الاخر شي هنا اول شي بضيف كمية من الزيت وهنا عندي سمن بنادري شوفوا قابولية من حضراموت اذا مش متوفر لتضيفوش عندي شرايح من البصل بخليها لما تتحمر او تتشقر شوية مش تحرق زي الزربيان يعني تتحمر لو انا بني زي الزربيان لا وهنا عندي كده كمية من الثوم وعندي مسمار وعندي هيل وملح وكمان كزبرة ناشفة اللي حضرامي سموها شبروم قلت لكم دقوه تمام تمام وكمان دقوه في الارض عشان القيران يسمعوا انكم طبختو اليوم تمام انا نصحكم انكم تدقوه بالارض ما تقصروش بذق الثوم الان بضيف اعواد من القرفة انتم زي ما تحبوه والان شوفوا عندي هنا سمك متبل ببسباس عدني الفلفل عدني شوية فلفل اسود وشوية كاري وملح هذا بقليهو هنا بس اخدت شوية قطعة عشان ايش عشان تعطيني الطعم السمك وهنا خلاص كده معد نتحمر كده البصل واضفت قطعة السمك تشوحت تمام اضفت الثوم اللي دقيته واضفت هنا بطاطس او بطاطا زي ما تحبوه بس الاطفال تعرفوا يحبوه البطاطا فأني اضفت بطاطا لكن تقدروه الصيادية من غير بطاطا الحضرامية وهنا كده اضفت كمية من الصلصة وضفت بهارات مشكلة البهارات السبع ورشة من الكركم ورشة كمان من الكزبرة وكمان من الفلفل الاسود وحركوه تمام تمام ايش لو تشموا الريحة كيف حق الصيادية الحضرامية فضيعة ريحة الصيادية غرمت بي الحضرام غرمت بي يعني قننتني تمام هنا اضفت بسباس عدني او الفلفل العدني انتم ضوفوا ملعقة كبيرة اني كان معاي شوية بالعلبة حطت له ماء وضفته وهنا عندي عصير طماطم اني اجيب الطماطم واطحنه واصفيها من التفل حقه او البدور انتم عادي عندكم طماطم مفرومة ناعم اضفوها عادي مش لازم تطحنوها وضفوا شوية ملح اني اضفت ملعقة صغيرة ولا تخلونه شمالح بعدين ما نضيف لما نضيف الرز منزود ملح وهنا اضيف شوية من الخل هذا السر اللي يعطيها حاجة كده حلوة واضيف ماء عشان تستوي البطاطا والسمك خلاص قلبوها كده وغطوها على 15 دقيقة وتكون جاهزة تقريبا نستوي البطاطا طبعا هنا خلاص استوات السمكة اني طلعت لانهم يحبوني عندي يحبوا كده اطلع السمكة اللي بالكشنة مع شوية كشنة يعقبهم زي كده انتم عادي مش لازم تطلعوها وغطيتوا لان البطاطا عادي ما استوتش هنا ما شاء الله استوت عندي البطاطا لان بزود ملح وبضيف الرز هنا عندي رز مزة استخدمت رز مزة غسلته اكتر من مرة ونقعته بماء عادي من القصبة او من الحنفية المدة ساعتين كان منقوع بماء عادي تمام مش ماء مغلي او لا ماء عادي المدة ساعتين وممكن ثلاثة بعد كده اضيف له ماء وخلاص اقلبه تمام طبعا لازم تدوقوا الملح هنا لازم تتخلوه شوية ملح مش يكون الصيادية مش مالحة تمام دوقوا يعني وضوفوا خلاص بعد كده خلوه على نار عالية اول ما تبدأ تنشف كده تطلع زي كده الفقاقع خلاص اعملو لك زي الطقوب وغطوها بورق زبدة مبلل بماء او قصدير وخلاص وخلوها على نار هاد او عملو تحت حديدة النار شمع المدة عشرين دقيقة على البن من نكمر الرز او الصيادية بقلي السمك لازم السمك شفوه نقليه كده حمرو كده يقع كده شاحط محمر هكده السمك حق الصيادية كده نحطه بعدين فق الصيادية ايش اقول لكم السمك طبعا استخدمت سمك الثمد او الثمادي في عدن يدلعو السمك الثمد ثمادي تمام بس هو سمك ثمد او تونة يسموه تونة وبعضهم يسوي الصيادية بسمك زينوب لانه الثمد يشبه التونة يشبه الثمد قصدي بس اغمق منه ييجي والان كمان بعد ما قليت السمك حطيت الفلفل كمان قليته يعني يعطي له كده نكهة ورشيت عليه كاري تمام كاريني رشيت على الفلفل وهنا ما شاء الله فتحت على الرز شوفوه بعطيكم معلومة اول ما ينضق الرز خلاص مره عليه عشرين دقيقة لا تفتحوش الغطاء خلوه خمس دقائق شوية يهدأ من النار والبخار كده بعدين افتحوا الغطاء وقلبوه بس اني كنت مضطرة اني اقلبوه لاني قلت لكم اني رايحة عن سلفتي وبس خلاص حطيت قلبتوه كده من فوق وحطيت الفلفل اللي رشيت عليه كاري وكمان رجعت حطيت السمك ما شاء الله شوفوه كيف اللون كيف مع السمك اقول لكم يعني الطعم رهيب وقلت لكم اني استخدمت رز مزع لكن والله الرز حبة بحبة قدمت معايا صلطة الكوشمبر بس اليوم بطريقة غير اضفت له خيار واضفت له ايش بدال البسباس العدني اني خلص مني اضفت له تمر هندي اللي هو منقوع الحمر نقعت حمر واضفته وماشاء الله قلت صيادية كده مع صلطة الكوشمبر الله حاجة بالمخ ومع العشار كلام ثاني كان طبعا الان بنرويكم كيف حفظ النعمة اكيد انتم عارفين شوفوا لازم اي اكل يتبقى حرام يرتمي الاكل اول ما يبرد الاكل مش تخلوه 6 ساعات في القدر او في الدست لا اول ما يبدأ يبرد على طول تدخلوه في حافظة او في اكياس بالفريزر او تحطوه بالتلاقة اما انه سخنتوه للعشاء او انه ثاني يوم غديتوهم فيه او ممكن تسخنوه يعني بذاك الوقت خلاص تعدو تسخينو وتقلوه قم بو سمك تاني ولا تعملو تكشنو تونة وتعطوه اي احد لكن الاكل يرتمي في القمامة حرام شوفوا بقد يعني الان شوفوا حطته في التلاقة قلت اما انه تعشوه او انه يعني بكرة للغدع طبعا ما حد رضا يتعشي خلاصوا باكيد بياكلوا انه بالغدع ايش عملت ثاني يوم شوفوا هو نفسه ثاني يوم اني سخنتو الرز وشوفوا كيف اعادت تدوير والله ان السمك نفسه شوفوا ايش عملت فيه السمك نفسه فتاتو وهنا عنديك الزيت اللي قليت فيه السمك اضفته شوية واضفته صلصة هذا ثاني يوم الغدع بيكون واضفته صلصة وفصين كده من الثوم خلاته كده تماما يتكشن وهنا عندي شوفوا اني عندي كشنة بننزلكم الفيديو حق الكشنة هي موجودة بس خلاص هدي فيها بصل فيها طماطم اضفته واضفت فلفل حار والان اضفت السمك شوفوا كيف يعني اني فتاتو كده واضفته بس مش ما خلاتوش مفتوت مفتوت يعني كده وصلت زدتونة شوفوا قلبته تمام كده مع الطماطم اللي حطيته وده والان بحط البهارات اللي هي شوية من الكاري اني استخدم كاري نيل شوفوا وفلفل اسود وملح كمان واضف كمان ماء ساخن يعني شوفوا ماء ساخن ايش خليه كده يتسبكوا مع بعض يعني هو كل شي ناضق بس انه كله يعني عندي ناضق بس عشان بس يتسبك خمس دقائق بس ويكون قاهز شوفوا ما شاء الله والله انه احلى صنونا كمان الان خلاص طفو النار حطوا عليها كزبرة خضرة وخلاص الحمد الله لكن اني ما عنديش كزبرة خضرة بس كفي النفس اللي عندي طلعت حلوة حلوة ما شاء الله عليها اللذيدة وهذه الباقي من صلطة الكوشمبر شوفوا ما شاء الله بالحمر بالتمر الهندي على يعني تصنيفتي وطريقتي وهنا ما شاء الله العشار بالبسباس الاخضر والعشار بالبسباس الاحمر حرام نضيف يعني تعرفوا بالملعقة كأننا ناكله شوفوا اللي قولوا للعشار تقيل ايوا اكيد بيكون تقيل بالتلاقة اول ما يطلعوا يعني ياخد درجات حرارة الغرفة يرجع ايش يرجع شوية سائل لكن اكيد بالتلاقة يقوي شوية عرفتوك وممكن تخففوه بماء لو انتم خلاص على طول بتاكلوا خففوه العشار بماء عادي وهنا ما شاء الله سخنت الرز ما شاء الله شوفوا الرز كيف حباب حباب ايش لديد وعادوا الاكل تاني يوم يقي ألد وألد والله يدمها نعمة علينا ويحفظين من الزوال عودوا اولادكم انه هادي نعمة مهما كان الاكل يتسخن ويتاكل عادي كلنا ناكل اكل نظيف مش لازم انه يكون اكل اليوم طبخنا نسخنه دامه نظيف من التلاقة وناكله انه يرتمي حاجة لا ابدا عودوهم انتم الاساس الاسرة هي الاساس علشان ربي يحط البركة في بيتكم خلاص عودوهم انه ما فيش يرتمي انه كل شي تاكل وهنا حلا عملته سلفتي مهلبية سلم يدي حاجة جدا روعة شوفوا كيف قدمته اذا عقبكم الفيديو لا تنسو تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم